اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم أبناء العزاء عدنا لكم مرة ثانية مع نص الاستماع طلاب الصف الرابع استعدوا نفتح الكتاب هيا الآن نستمع إلى نص الاستماع ثم نجيب عن الأسئلة كل يعمل ذهب طلال إلى حقل قريب من بيته لألعب فيه ولما أصابه التعب جلس تحت شجرة ضليلة ليستريه وراح يتأمل الطبيعة حوله فشاهد الأطيار مشغولة ببناء عشاشها والبحث عن شيء تأكله أو تطعم منه فراحها وراء النملة يذهب ويجيء وكل نملة تحمل قوتها إلى بيتها كي تخزنه لأيام الشتاء ونظر إلى النحلة تنتقل بين الأزهار وتمتص رحيقها لتصنع منه بعد ذلك عسلا طيبا وعن بعد شاهد كلبا يحرص الأغنام ولا يغفل عنها قال وأنا يجب أن لا أكون أقل من هذه الكائنات عملا ونشاطا عاد طلال إلى البيت مسرعا وفتح كتبه ليترس ما تعلمه في المدرسة حتى ينجح نجاحا باهرا بعد أن استمعتم أن يبنى إلى زا إلى نص السماع هيا الآن نجيب عن الأسئلة السؤال الأول ذهب طلال إلى السوق البيت المسجد الحقل أحسنت ذهب طلال إلى الحقل إجابة صحيحة الحيوان الذي لم يذكر في النص من بين الحيوانات الآتية هو الكلب الغنم البقر الطيور أحسنت أنه حيوان البقر النمل والنحل يضرب بهم المثل فيه الاجتهاد الكسل القوة الصرعة أحسنتم يبدو أن لكم قلت سمعتم جيدا فصل من الفصول الأربعة ذكر في النص فصول الأربعة شتاء صيف ربيع خريف أي فصل ذكر أحسنتم إنه فصل الشتاء أرجو من جميع الطلاب أن يجيبوا عن هذا التدريب السؤال التالي أكتب أمام كل صورة كل حيوان مما يأتي بجملة تدل على العمل الذي كان يعمله في الحقل النملة تحمل قوتها أي طعامها إلى بيتها كي تخزنه لأيام الشتاء الطيور تطعم فراخها أحسنت إجابتك رائعة النحلة تنتقل بين الأزهار وتنتص رحيقها هذا الكلب يحرص الأغناء أنتم رائعون إجابتكم رائعة أرجو من جميع الطلاب أن يسجلوا هذه لجبت خرج طلال إلى المزرعة فوجد كل المخلوقات تعمل فليستفاد من ذلك وكيف استفاد أبناء العزاء الكل لابد أن يعمل ويجتهد لذلك نحن ندرسكم ونعلمكم كي تكونوا في المستقبل إن شاء الله أطباء مهندسين ضباط وهجب نعم بالتأكيد استفاد طلال حيث أنه عاد إلى المنزل مسرعا وبدأ يذاكر درسه أحسنتم نعم استفاد طلال وعاد إلى منزله مسرعا وذاكر درسه أخطر من النص الذي استمعت إليه جملة بمعنى كل نملة تحمل طعامها تفقنا أن الطعام هو القوت أحسنتم كانت كل نملة تحمل قوتها إلى بيتها جملة بمعنى جلس تحت شجرة لها ظل أحسنت يا خالد جلس تحت شجرة ظليلة ليستريح من مشاركة من بجوال نقترح عنوين أخرى النص ونكتبها النص الذي استمعتم إليه أحسنت أهمية العمل العمل في حياتنا العمل طريق النجاح كل هذه عنوين تكون بدلا من العنوان أهمية العمل العمل في حياتنا العمل طريق النجاح عنوين مناسب لها ورد لفظ المنفهول المطلق في آخر جملة من النص أتذكرها وأكتبها بخط جميل اتفقنا أن المنفهول المطلق هو اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل ليؤكد معناه أعد مرة أخرى المنفهول المطلق عد معي اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل ليؤكد معناه ورد لنا في النص أيضا هذه الجملة حتى ينجح نجاحا باهرة أين المنفهول المطلق؟ أحسنتم نجاحا أخذناها من الفعل ينجح نجاحا أخذناها من الفعل ينجح باهرا ليست مفعولا مطلقا لأنها لم تأخذ من الفعل انتبه نفس حروف الفعل فيها نفس حروف المفعول المطلقة عاد طلال من الذي عاد طلال طلال فاعل إلى اتفقنا درسناها إلى حرف جر والبيت اسم مجدور عاد طلال إلى البيت المسرعة أضع فاطمة بدل طلال إني أسمعك عادت فاطمة إلى البيت مسرعة عادت فاطمة إلى البيت مسرعة الأزهار الأتيار الكائنات العشاش ألون الجمع المختلف وأسمي نوعه هذا السؤال سؤال رائع جدا الأزهار ما نوع هذا الجمع أنواع الجمع شباب ثلاثة مذكر سالم مؤنث سالم تكسير أحسنت الأزهار جمع تكسير الأتيار أنت رائع أيضا جمع تكسير الكائنات آه أي ليس جمع تكسير الأعشاش أحسنت جمع تكسير إذن الجمع المختلف هو الكائنات آه من يذكر نوع هذا الجمع أنت مبدع جمع مؤنث سالم أحسنت إذن الكائنات نوعها جمع مؤنث سالم أضع خط تحت الجمع المثبتة وخطين تحت الجمع المنفية فتح كتبه ليدرس مثبتة أنت رائع لا يغفر عنها منفية لا أكون أقل هذه الكائنات أحسنت منفية جلس تحت ظل شجرة مثبتة إذن عندي الجمع المثبتة فتح كتبه ليدرس وجلس تحت ظل شجرة أما لا هنا نفت الجمع ولا أكون نفت الجمع أضع هذه الفراغات الشباب الصراخ الجرم الظر الحمل الفراخ طرفوني فراخ نعم هي صغار الطيور الظر يا ابنائي هو الظر أحسنتم هي صغار النمل الجر هو الكلب الصغير أحسنتم الحمل هو صغير الضع أنتم رائعون أنتم رائعون الفراخ صغر الطيور الظر صغر النمل الجر صغير الكلب وأتمنى لكم إن شاء الله موعدنا إن شاء الله في الدرس المجد رمز للعلوم ومذخرة بين النجوم وفي القلوب موقرة أعوام عزك لا تشيخ وتمحي أنت البهاء وأنت أنت الأسراء قلم الحياة هناك يعارف مجده والفكر تشيخة الهيئيب موسيقى موسيقى لشيخة